اعترف الجيش الاسرائيلي بقتله موظف الاغاثة في غارة جوية اسرائيلية وعنت القوات الاسرائيلية ارتكابها اخطاء جسيمة وانتهاكات للاجراءات مما ادى الى قرار باقالة ضابطين وتوبيق قادة كبار رسميا وخالص التحقيق الى ان القوات الاسرائيلية اعتقدت خطأ انها تقصف مركبات تقل المسلحين من حركة حماسة عندما قصفت الطائرات المصيرات سيارات الثلاثة تابعة لمنظمة وولد سنترال كيتشين الخيرية لكن الاجراءات المتبعة في العمليات انتهكت